موسيقى 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 من كام يوم نزل فيديو على السوشال ميديا اللي انتو شفتوه ده دلوقتي قبل ما نطلع على الهوى فيديو محدش فاهم هو ايه ده كان فرح ده ولا كان احتفال ولا كان ايه بالزبط وعد النص مليون مشاهدة وكان مكتوب عليه ببساطة خالص هاشتاج اسمه ساعة الحظر ما تتعودش مين اللي بيجاني ده ولا اسمه ايه ولا شكله ايه ولا حكايته ايه محدش يعرف احنا بقى قعدنا ندور لحد ما عرفنا انه هو اسمه رشدي جمال مطرب من اسكندرية صحة من النوم قرر ان هو يعمل حاجة مختلفة ايه الحاجة اللي قرر يعملها دي هو بقى اللي يقولها لكم لان انا مش عارف احكيها بصراحة ولا فهم اصلا هو عمل ايه انا كويس الحمد لله ايه الحلاوة دي ربني اخليك مرسي بزوئك ساعة الحظر ما تتعودش ساعة الحظر عمرها ما بتتعود مفيش والله ايه احنا انا كنت انا مطرب وبغني فطبعا الظروف اللي احنا فيها في البلد مؤثرة علينا وعلى شغلنا يعني الفنادق والكافيهات والاماكن اللي احنا بنطلع فيها شغلنا كله كل الكلام ده توقف عشان التجمعات ممنوعة فقررنا ان احنا نعمل حاجة ما ساعة الحظر ما تعودش اللي ما تبقاش انتقعد في البيت واحنا نجيلك لحد باب البيت ومش عايزين منك ولا فلوس ولا عايزين منك اي حاجة مش عايزين منك اكتر من انت تطلع وتقف في بلاكونتك وتنبسط وتغني معانا بدون اي مقابل الحدث ده كان فيه الحدث ده كان في منطقتي في غيط العنب انا طلعت فوق عالسطح فوق سطح البيت عندك فوق سطح البيت عندنا في الدورة التلتاشر وجبت معدات صوت ولايت سيستم وقفنا وغنين كان فيه تجمع بقى ولا لا 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 خالص لا 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 مفيش اي تجمع فوق غير فردين اللي كانوا بس بيساعدوني في التشغيل والناس كلها اللي موجودة وقفين في بلاكونتهم اقصى حد كان بيحصل ان اسرها مثلا في الدور الاول فمش شايفين فبيطلع فوق في السطح ده اقصى اقصى حاجة اه يعني اقصى تجمع ممكن يحصل ما قصرناش الحظر منزلناش الشارع احنا حاولنا النقيق اعلى مكان ممكن عشان الناس اللي في الشارع مش هتشوفنا يعني انا في الدورة 13 فوق خالص فانت عشان شوفني غصبة عنك لازم تطلع بلاكونتك تشوفني لا محال فبس الفكرة رائعة جدا رب خليك برسي طيب انا مش عايزة برضو قعد اتكلم كتير انا عايزة اسمعكم صوته لان احنا سمعنا صوته ولقينا ان صوته رائع جدا تسمعني ايه دلوقتي بس نعرف الناس بيك طيب احنا ممكن نغني الاول حاجة قديمة كده نيش انا معايزة بس انا معايزة ايه حاجة غني وسمعهم هم بيحكموا بقى يا هالين هو عملتين فينا السنين وعملتين فينا السنين اه عملتين فريقتنا غيرتنا ولا دوبت فينا الحني السنة لا الزمان ولا المكان ادروه يخل حبنا دائبة كان ايبا كان الزمان وبحبك والله بحبك والله 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 بحبك اد العويون السود بحبك اه وانت عارف ما انت عارف قد ايه كتيرة وجميلة العيون السود في بلدنا يا حبيبي بحبك والله بحبك والله 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 بحبك قد اللي فات من عمري بحبك قد اللي جاي من عمري بحبك وشوفت ديه شوفت ديه أنا بحبك الحلاوة دي الحلاوة دي اتمنى ان يكون واصلكم زي ما انا سمعي صوتك حلو جدا جدا انت دارس غنى اصلا انا في كلية تربية موسيقية سنة 4 محترف يعني وبغني منو انا عندي 8 سنين في اوبرا سيد درويش عالتسنين يعني في دار الابرا بدرسيناك وكونسير ومعاد موسيقى عربية كده يعني باين شوي انا ما بفهمش طبعا في الميوزيك اكيد بس باين ان انت فاهم لأ بجد بجد بنت فنيني حمد بنت فنيني اوبرا طيب قبلت بقى الموضوع اللي حصل ده ازاي يعني الفيدباك جالك ازاي الناس كت مبسوطة الناس كت متضايقة احنا شوفنا الناس كت بتهيس كان في ناس بترقس في الفيديو بكل بساطة احنا في وقت اللايب في وقت ما طالعنا غنينا مش هادر اقولك اكتر من فعليا اكتر من حوالي مئة اسرة موجودين في بيوت حوالينا ويمكن اكتر بكتير جدا طالعين من البلكونات وشايفيننا وبيغنوا معانا وبيشغلوا الفلاش لان هي دي الوسيلة الوحيدة اللي ممكن نكون نعرف مين معانا ومين مش معانا بغير ان انا على قد ما اقدر حاول تزاود الصوت عشان الناس اللي بعيد كمان يكونوا سمعين والناس اللي بعيد كانوا سمعين لنا كويس انت حاطت مكبرات صوت انا حاطت معدات صوت كبيرة جدا تحاول على قد ما اقدر اغطي فالصوت الى حد ما كانواصل تقريبا للمنطقة كلها حتى اللي مش شايفنا سمع الصوت من بعيد كويس بس طبعا اي حاجة في الدنيا بتتقابل بالبول والرفض اذا كان الموضوع اتقابل في اللايف والناس حبيته جدا وناس كتير على السوشيال ميديا احنا قسرنا نصف مليون ناس كتير عاجبهم موضوع وعايزين يحصل ده عندهم مناطق كتير بتكلمنا ومحافظات كتير بتكلمنا احنا عندنا كمان صور التجهزات على الشاشة ده ده انت عامل يعني ستيج وعامل وضعات كل حاجة احنا عايزين نعمل مكان روف ماليان لايت انت عامل باند فوق بيتك انا عامل كافي يعني او حفلة مكان في ستيج بس في سطح ده فري ده فري انت واقف بتغني اي حد موجود في المنطقة دي هو طلع يتفرج عليك من جرم احنا مطلعين نغنيهم عشان هما يطلعوا يفرغوا الطقة اللي عندهم وقت الحظر اللي هما مش متضايقين منه او مخنوقين وده طبيعي لا اطلعوا بمبسط واسمعنا وغني معانا وهي اسمعانا وهم كانوا بيغنوا معانا كتير جدا يعني في الفيديو اللي موجودة عن نت ناس كانت بتغني بصوت عالي قوي وإحنا بفرق ما بيننا ما بينهم مسافة والصوت طالع في الكاميرات وكان كويس طيب برضو مش عايزة قعد اتكلم كتير على فكرة هموا في الكنترول عاملين يقولولي اسكوتي وخليه غني تمام نسمع بقى منك حاجة تاني اختار انت برضو وإحنا ما بنجبركش وبساني الأغنية اللي فدي دي كنت بحبها قوي أسيسا يعني شوف انت بقى طيب إحنا ممكن نغني مثلا حاجة جديدة فنقول مثلا على فين العزم إن شاء الله ويغلط عليك نوم على فين العزم إن شاء الله ويغلط عليك نوم ده للاش الساتر من الله ما كانت شامت لك ولسا لك عين تدو ما انتش عايز تتوب ايه لسا لك عين تدوب ما انتش عايز تتوب ده العشق مالوش ضمان والبر مهوش أمان درغة على حتف تو وإن شانك سهم وخايد يا ملطشة الجلوب يا جلاب المصاعد هتقولي إيه غصي جيك أوه دخلك من إن سرسوب الأوه هتروح يومينه وتجيني جريح وتقولي إيه تبر حق الدواء دواءك فضل الجيوب وخل الناس تعايد يا ملطشة الجلوب يا جلاب النصاعد هدمع هدمع صوتك بيقشعر صوتك حلو جدا بجد والله قولي إنت أكيد جالك ناس عايزين ده في مناطق تانية يعني من ضمن الكومنتيات اللي شفناها الناس تقولك تعالى عندي لا تعالى عندي إحنا تصل بنا تقريبا من مناطق من إسكندرية كلها بس طبعا أنا مش عارف أتحرك عشان موقت الحذر أنا مش حابب نكسر خالص فكرة الحذر لإن إحنا منساعد الناس على الحذر فمش أحنا اللي بنكسره فأنا بحاول نقل أماكن يعني أروح عند أخويا عند صحبي عند حد قريبي الحد اللي هتقدر تقعد عنده من 8 بالليل 6 صح هي دي الفكرة بحيث إن إحنا وقت ما نخلص الإيفنت بتاعنا نبدأ قاعدين عنده حد ما وقت الحذر يخلص الطويل جدا فنبدأ نتحرك عشان نروح تاني بيوتنا فأنا اللي بودي طبعا أنا أبقى في إسكندرية كلها وناس كتير كلمونا مما تروحوا من طنطة ومن منصورة ومن دمانهور وحفاظات كتير بتكلمنا عايزيننا نروح ونعمل عندهم الإيفنت داوة بس مش بإيدينا والله إحنا بنحاول على قد ما نقدر نعمل في الأماكن اللي إحنا متحددنا حركة عشان إحنا في الآخر في الآخر هما كان هدفهم إن الشباب اللي النازلة تقف في الشارع لإنها زهقت فبيكسروا الحذر يقضوا في البيت إنت بتيجي تدفع فلوس عشان تتفرج علي لا 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 خليك في بيتك أنا جايلك لحد عندك وهديك نفس الشول اللي إنت بتتفرج عليه وتبسط واخرج من الجو دا يمكن أنا كل شوية أقول القنوات تعرض أفلام جديدة نعمل حاجة مختلفة نساعد الناس تقعد في البيت لإن إحنا بنمل الفعلا أنا كمان الفكرة بدأت تلمع في دماغي لما نزلت في يوم في المنطقة في وقت الحذر بجيب الأهل يا هلاجي من السيدالية فلقيت الزابط فعلا تعب بيلف الشوارع وبيرجع ثلاث واربع مرات في نفس الشارع عشان الشباب زهق أنا فبتنزل تقف تحت بيتها فكأن أنا ما عملاش حاجة إنت عامل الحذر وفي الآخر برضا أنا وقف تحت بيتي فما لكش حق إن إنت تتكلمني والزابط بيتحايل عن ناس عشان يطلعوا البيت لأ أنا هخليكوا تطلعوا البيت مش بمزاكوا غصبة عنكم عشان تنبستوا وتقدموا عنا الوقت اللي إحنا عاملينه لكم عايزك تشكر الناس اللي كانت بتساعدك في الموضوع ده إحنا كان نفسينا جداً يكونوا موجودين معينك فيه أصلاً مؤسس للمبادرة بتاعت ساعة الحذر متتعوضش مؤسس الفكرة أصلاً فكرة الهاشتاج ساعة الحذر متتعوضش أحمد عبد الله حد بتاع صوت ومتعاهد في اسكندرية الشخص دوت هو القرر أنه يعمل لنا الفكرة وبدأ يسعى أنه ينفذها من يوم ما الفكرة تعملت وبدأنا ننفذ فيها معنا كيرو نعيم اللي بيصور في كل الأماكن ومعنا كروه كبير محمد صلاح المهندس الصوت اللي بيقى معنا وبيساعدنا عشان ننفذ الإيفن وطبعاً فادي صاحب شركة الصوت اللي بتديلنا المعدات بدون طبعاً أي مقابل الناس دي هما الأربعة تقريباً بيتعبوا جداً عشان يعرفوا نقدر نطلع الإيفنت يمكن أنا أنا اللي بابقى ظاهر قدام الناس بس اللي وراء هما اللي من الساعة أربعة أو من الساعة ثلاثة الظهر بيسطابوا في عدة وبيجربوا وبيشغلوا فهما اللي بيتعبوا أكتر مني كمان يمكن أنا بس بغني أو بقضي الوقت مع الناس عشان أبسطهم إنما هما بيحاولوا يبسطونا كلنا حاضر حاضر عمالي يقولولي نسمع أغنية لو سمحتوا كفاية كلام نسمع أغنية وكفاية كلام نسمع أغنية أخيدي نسمع أغنية كده حاجة صغيرة عشان بعدها نشطها قلان طيب إحنا هنقول التريند اللي الشارع كله بيطلبوا مننا بس طبعاً هنقوله بسلطانة سكر حلي محطوطة على كريمة كعبيك محن والعودة على الإيمان عليك بصة تخلي العائل مجنون دوبتي قلبي بغطوة من رقلي سحبت روحي يجري ورحيت لك أنا ليكي وبيكي ومعاكي لازم أكون بوايا أنت قاعدة معايا عينيكي ليه يا مرايا يا جمال مرايكي العائل خليكي لو هتبش أنا ديكي أنت ليه أنا ليكي واحنا الاتنين عارفين وتجيني تلاقيني لسه بخيري أنا مش هتبن الغيري أيوانا غيري ما فيش تسلم صوتك مش عارف أقولك حاجة داني والله طيب جالك كومنتات سلبية أكيد كتير جدا أحبطتك لا 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 خالص أنا عارف أن لو لختلاف الأراء لبارة السلع والطبيعي أن أنا مش هعمل حاجة تأجب كل الناس أنا بحاول أبسط الناس اللي محطين بي واللي عاجبهم الموضوع مش بفرد دوت على حد أنا حتى بحاول الوقت المناسب جداً نحن نعمل فيه دا يعني أنا بحاول يبقى نخلص نخلص كل الحاجات اللي في اليوم ونبدأ نعمل دوت بعد الصلاة وبعد اليوم ما يخلص وبعد ما كل حاجة تخلص عشان الناس تبقى معانا طيب أحلى كومنت جالك وبعدها هنسمع أغنية عشان نختلاف أحلى كومنت جالي أنت دخلتنا في مود تاني خالص وحسيت للحظة أن أنا مش قاعد في بيتنا وأن أنا قاعد في فندق كبير عشان أسمع أنا كنت مكتئب جداً 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 وأنت خرجتني من كل مود الاكتئاب دوت وحسسيني أن الدنيا لسه فيها أمل الكومنت ده خلاني عايز أعمل كده كل يوم في منطقة جديدة أنا مش هتكلم أنا هسيبكم مع أغنية وقلوكم أشوفكم الأسبوع اللي جاي بس اسمعوا بقى الأغنية دي بس ده أغنية عن مصر ماينفعش طبعاً 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 طبعاً